أداب مادة الفلسفة ربما اختلفت المعطيات أو طريقة معالجة هذه المادة من جيل لآخر لأنه أنا شفت من خلال حديث التلاميذ قبل ما يدخلوا إلى مركز الامتحان شفنا أنه أستاذ سعدي بزمان كانت الفلسفة أو كنا الفلسفة يتم مراجعتها بطريقة مختلفة على الآن الآن رأي مقالات واجدة يتم حفظها مباشرة ويدخل بها يعني تلميذ إلى الامتحان لكن فيما مضى كنا لما الفلسفة نتناولوها نتناولوها بطريقة كلها ما نعرفه حتى توقعات وش هي إلى غير ذلك امتحان الفلسفة اليوم هو امتحان مهم جدا ربما أبرز النقاط اللي يقدر أعطيها الأستاذ سعدي براكنا في هذه الأثناء حول هذا الامتحان امتحان مادة الفلسفة بسم الله الرحمن الرحيم عنا فيما يتعلق بمادة الفلسفة نعم هناك الكثير من تلميذ لا يعرفون كيف يتعاملون معه هكذا حطل انطباعات تنتعى التلاميذ دائما يضبط المادة بالمقترحات نعم وهذه بطبيعة الحرق وطوة يعني خاطئة لماذا؟ لأن التلميذ قبله عندما يكون أمامه مركز الإجراء يكون مركز وعنده هدوء واستقرار نفسي نعم ومن الطبيعي يكون في الفكر تاعه فقط ما يسمى بالمنهجية والمنهجية يرى هم يعرفوها لهما عندهم طرق تكون فقط الإطار المنطقي موجود في الذهن تاعه أما بالنسبة للدروس أو المواضع أو المقترحات من المفروض ما تكونش كامل في الذهن تاع تلميذ نعم لأنه عندما يذهب إلى الحجرة ولا يجد الدرس الذي هو في ذهنه نعم هذه معنتها في الحقيقة يدل منهجية فقط في الذهن دياله أما هذه قضية هذا الدرس مقترح بقوة إلى غير ذلك هذه يعني كامل تشويش على تركيز تلميذ نظرك مثلا إذا كان رح ندخل الحجرة لازم يعرف التلميذ كيفش يتعامل مع طبيعة السؤال لأن الحكمة في الفلسفة كلها في السؤال عنده بطبيعة الحالة هو وثيقة وحيدة في هذه المواضع ممكن بعض التلميذ يكونوا ما تدربوش مليح لما يقرأ مثلا في السؤال يجيك يعني يعودوا يتذكروا هذه الدروس يشوف العنوان تعد درس برك ممكن يروح الولقة المزوجة ويبدأ يخدم صح وهذه غلطة كبيرة هي في الفلسفة في الحقيقة عندنا دائما في السؤال زوج كلمات مفتاحية المفتاح الأول يدخلك في عنوان الدرس والمفتاح الثاني يتناول الإشكالية المطلوحة في ذلك الدرس لأن الدرس ممكن تكون فيه زوج مقالات فيه ثلاثة إذن معنتها السؤال هو الذي يوجه التلميذ لكي يكيف المعلومات على حسب طبيعة السؤال ولا يفرض المعلومات على السؤال أو ربما الثوب الذي هو موجود في ذينه والفلسفة لازم نعرفها هي مادة التفكير بالفعل وليس مادة حفظ عندنا بالنسبة للحفظ هناك ربما هيكل أساسي وجوهاري يكون يعرف شوية فلسفة شوية بعض المقولات عناصر الحوجج والحاجة اللولة لازم قبل ما يوسي لازم عنده المسودة هي اللولة يحدد فيها الإطار النظاري منتع الخطة المنطقية وهم بعد بالعقل بالعقل يروح كما يقولوا إحنا للسؤال أما هذه كما يقولوا إحنا أنا شفنا التلاميذ يقول لك أنا رأني بقوة في هذا الدرس هاون فرضوا بالليه ما صابوش قدامه كيف أشهدين لازم التلميذ كي يدخل للقسم يكون الناس نتعه فارغ ما عنده حتى عنوان في الذين نتعه فقط مسلح بالطريقة مسلح بالذكاء نتعه ثم يكيفوا طبيعة هذه المعلومات على حساب السؤال وهذا هو ربما الخطأ الكبير أستاذ سعدي يعني كثير من التلميذ ربما اللي تعودوا الآن الملعش إذا كان لأنه فترة كبيرة على مستوى على الثانوية لكن الآن ولت أو أصبحت أرعى أنه التلميذ يتم حشو ذهنهم من خلال أنه عنده مقالة لازم هذه هي المقالة وخلاص يعني ما كاش احتمال آخر زمان كان للعكس تماما كان ربما كما قلت أنت الموضوع إذا كان يتحدث على الشخصية زمان ولا على الإدراك ولا العادة والتكرار ولا كل هذا الأمور كان الدرس يكون عندك ولكن كل الطرق محتملة لحل ذلك الامتحان ولكن في نهاية المطاف كما قلت طبيعة السؤال هي من تحدد ذلك هي في الحقيقة الإشكالية ما هيش موجودة فقط في التلاميذ موجودة حتى في الأستاذة لأن الأستاذة هم بطبيعة الحال يبرمجوا هذا التلميذ باش يركز ربما على الدرس الفولاني أو الدرس الفولاني والتلميذ ينساق وراء هذه المسائل نعم نحن نشفناهم حتى يعني على مواقع التواصل الاجتماعي كي إن بعض الأستاذي يقول لهم هذا الدرس مثلا مرشح بقوة 98% نعم التلميذ ياما أرادهم أنت هو كيروح كما قلوا بهذا الدرس هذا هو في اعتقاده يجدوه أمامه ولكن هذه اسمه امتحان والامتحان قادر ربما يغلطك في صيغة السؤال نعطيك ربما على سبيل المثال نعم أكيد عدناهم تكلموا بزف مثلا على الذاكرة نعم بالذاكرة يا هل طار أنتك رح ترجع هذا الموضوع ولا تعالج هذا الموضوع رح تعالجه بنفس الأسلوب هالك مثلا يقول لك هل الذاكرة طبيعتها مادية الإشكالية اللي هنا في كلمة مادية هنا مادية فيها النظرية الفيزيولوجية وفيها النظرية النفسية صافي مع أنت يقابلها بالاجتماعية ومعن في التركيب يديرهم كامل لكن لو كان يقولوا مثلا هذه الذاكرة طبيعتها سيكولوجية هاي اللي التلتيب نتاع المعلومات وتاع النظرية ما هونش كيف كيف يبدأ كما يقولوا إحنا يا بالنفسية ويقابلها بالمادية ويتجاوز بالاجتماعية هنا التلاميذ ما هونش ندربين على هذه المسائل إحنا ندربين ندربين لأساتيذات ويقابلهم درس ومن بعد يحفظ المعلومات ولذلك تصيب التلميذ في الحقيقة كاينين نحن نسقصيوهم كاينين ربما ما ننجش حتى مقالة بالمجهود الشخصي دياله يقول لك نروح نحفظها وهي الحفظ لا لا لأن الحفظ رايح تدفق المعلومات كيف فجرها هي مرتبة في ذهن تاك وهي لا لا المعلومات موجودة في ذهن تاك ولكن تضبطيها مع السؤال كما قولوا إحنا وفهم المرحلة فهم السؤال يزملها على الأقل واحد خمسة ولا سبعة دقائق ومن بعد نحدد ناصر كما قولوا إحنا يتعلم منهجية يتعلم مقدمة يتعلم العرض يتعلم الخاتمة ومن بعد كما قولوا إحنا بقلم الرصاص نسي كما قولوا خير بين المواضع الثلاث هي جنيرال موخرة بين الأول والثاني لأنهم يراجعوا المقالة الجدالية والإستقصاء بالوضع أردونكم عن تاهم بعد وين يصيب عنده أكبر عدد ممكن من العلامات هو ربما التلميذ بطريقة عاطفية يشوف الدرس بك يختاره ومن بعد يخدم يخدم يصيب روحوا المعلومات انتعوا وعلى هاميش وهذه أخطاء مساحة باش يبذل المجهودات الذاتية تعو أقرب يقول لي خدام يأخل جمعة من يتاع الصباح كلمة يتخل حتى العشرة ونستعليل هذا تلميذ ولا خدام نعم التلميذ تعطي له كما قولوا رح ربما مش موجود يروح كما قولوا إحنا للقيسام ومن بعد يجي يدير كما قولوا إحنا الاستقرار النفسي تعو والجسادي ومن بعد يبدأ يخدم مع قلوب المجهودات الشخصية إحنا تعلمنا حتى في الابتداء هاهم لو السنة أولى سنة ثانية يقول لك ندلوه ليكل صحيح كأنه المالموم من نعم عن بات كيف هذا التلميذ هذا يعني كما قولوا إحنا دائما الأستاذ يخمى في بلسه هذه الغلطة الكبيرة كامل حتى توصل لها النهائي جميل يبقى معي الأستاذ سيد براكنا أكيد رح نروح نشوفو الأستاذ رابح لصيف المختص في علم النفس التربوي صباح الخير أستاذ لصيف ربما كان يحدثنا الآن الأستاذ سعد براكنا قال بأن بعض التلميذ يروحوا مثلا في ذهنهم مقالة معينة أو درس معين وكما كنا نتحدثه يتحدث الكثير من التلميذ عن توقعات ربما تقدر تكون في يوم الامتحان ما هيش هي وبالتالي توقع ربما صدمة نفسية للتلميذ أبرز النصائح اللي يقدر يقدر يقدمها الأستاذ رابح لصيف في مثل هكذا المناسبات يعني الانتحانات والله بارك الله وفيك صباح الغير وللي وفي ضيفك ولي كل مشاهدي قناة النهر طبعا أنا كنت نسمع في الحديث الأستاذ وأنا طبعا عندي أشياء كثيرة نقولها لكن ما ليش وش وقتها لأن المشكلة اللي لدينا نحنا الآن في النظام الطربوي ككل يعني ما دناش أولا كيفية طاح الأسئلة لأننا مشكلة فيه كيفية طاح الأسئلة وصياغة الأسئلة والسؤال الجيد معناش منحطرموش حتى قواعد سؤال الجيد يعني يعني هذه بزد دعيب هكذا هذه من وجهة لنا بكل يعني ثم أنا كما تفضلت إحنا طالبارا أثناء الامتحان الآن أنا نتكلمو أثناء الامتحان نعم أثناء الامتحان أنا نوجه الكلمة الأولى للأولية الأولية الآن أثناء الامتحان ما تبقاوش تروح تفحح الولدك وقال واش درت واش غلط وهتنشوف وبالك الأستاذ قالنا هكا واني اديتها الأستاذ هكذا هذه كل خطاء بيداغوجي ونفسي بل يعني خلي الطالب أو خلص المادة إذن لا مجالة لتفكير فيها نفكره في المستقبل نتربوه أولا أنا نفكره في اللي قادم ثم للطالب الطالب الآن مشي تفكر في الامتحان القادم مثلا الآن صباح فكر في كي تخرج فكر في اللي جاي فترة المسائية فكر في تعغاد صباحا وهكذا حتى أنك ننسى هذاك باش لكن مثلا في خطأ مثلا تكن تتخيل أنت خطأ ممكن تكون صحيح لكن في حال تخوفوها لعاديك ممكن تتخيل أنك خطأت فأنت فكر باش ديب أكبر آدد من النقاط في المادة القادمة أو في نقول المقياس القادم ثم أنك أنت طالبا كما تفضلت وهذا خطأ الأساتي دا وانا شابر أستاذ وأنا دايما نقولها بأعفوني بكل باللي أنا والبروس الخصوصية خاصة بالطريقة تعنا أني ضدها مياف المياه نفسيا وبيداغوجيا ناظر بيداغوجيا يعني بالنحك بيداغوجيا ثم فعلا أن الأساتي دا مع طبيعة سؤال أصلا نحن السؤال نقول أستاذ سؤالت عنها وذاكرة ويعتمد على حفظ حتى الرياضية تتكلم على الفلسفة رياضية يحفظوها رياضية يحفظوها فإحنا نقول الأساتي دا ونقول للطالبة رايح الامتحان يحط فيه ذهني باللي غدوة المادة كذا كل الدروس اللي مرينا لها خادرة تكون في مالكم فقط وش نقول باش ما يحدث ليش ما يسمى بأدم التوازن الذهني لأنه واش ننتظر واش القيس في الامتحان ما نقول الصدمة الصدمة هي فعلا هي معيش صدمة صدمة لكن نقول هذا التوازن الذهني يعني كنت نسل نفس سؤال هذيك ما جاني سؤال هذيك باش نعود نلقى الإجابة للسؤال لازم مني وقت لأنه سقطت في الفق فهذا نقول طالبة أنتوا ما فيه ذهانكم ما تبرمج ولو ما تحط ولو في ذهانك ما تفكر حتى في نقطة حتى لا ما يسمعون هنطال بيسمون الأول يقول كل الدروس فقط الدروس اللي عندهم الآن في كل مادة اللي يبقا والمواد يبقا تكفيه أنه جو تكفيه فقط يحسن توظيفها توظيفها إنه كما كان يقول أستاذ يقرأ السؤال القراءة الأولى هذه قراءة عامة باش نقص فيها الخوف والإدراك تعيب القراءة الثانية هي اللي نبدأ نحدد فيها خطوط سوالها هذا له علاقة بالموضوع كذا هذا له علاقة بالموضوع وكذا هذه قراءة الثانية قراءة الأولى قراءة عامة لأنك نقرأ قراءة الأولى هذي فيها خوف وفيها شوية حالة نقول عليها التسرع بلك صعيب لا نقرأها ثم ندير فكرة في القراءة الثانية التي لا تستغرق أكثر مثل الزقائق هذه نقولها الطالبة ثم أن الأساتذة والأولية نختم ممنوع جماعة تنتظروا الأبناء تعكم وتقول لهم أعطينا صحيح وكم الأمتحان الأستاذ ما هي الغاية المرض وكذا الطالب نعم الأستاذ ربح رصيف يعني شفنا حتى الأولية يعني ما همش أعطيين مسؤولية أو ما همش مخليين أولادهم تلاميذ يشعروا حتى بالمسؤولية أو بالاستقلالية أصبح الآن نشوف أنه وكأن الأولياء هم اللي راح يعني خصهم الاستدعاء فقط يدخلوا الأقسام يجوز يعني امتحان والله تذكر معي يا سيم ولود كنا نويك في السنة الماضية لأنه ما خنتيش ذاكرة كنا نويك في البكالوريا في السنة الماضية وكنت علم مباشر لا أخذيش ذاكرة كنت معك كنت معك متأكد قلت لك أمام السنوية الأولية معنا وقفين قلت لك هذه الأولية لو كان غيري يصر رحول معطيهم تسريح يروحوا هم يجوز البكالوريا والأبنة وهذه هي اللي أشار لهالإستد بطريقة غير مباشرة إننا عدنا ما أعطيهم إستقلالي يعودنا نقول لك خوف زائد كثير إبتال بروسيكتر واش معنا الخوف مش حب خوف زائد فرق ما بيلحب زائد وخوف هنا خوف زائد معنا خلينا ولدنا ما نخلي واش تحمل المسؤولية حتى من السنة أولى خليه يدير لكور كما كان يقول وأنا دائما نقولها فهذه يعني ما خلينا ش يعتمد على نفسه وفيقته بنفسه على هذي كيروح يبوش يدير هو الطالب هذك وقعد يفكر وتحدث له مشاكل في عوض اللي يجيب خمستاش ساع وستاش يجيب لي عشرة صحيح ما يجيبش صحيح ثم أنه هذي السلوكات واش تدير عدم ثيقة بالنفس الناس ما تفكر وحنا الثالث سنة نقول فيها أنك انت والدك هذا هكتوف واحد يموت واحد يموت سكتة قلبية نتيجة ليطغ واحد يموت نتيجة ينطحر واحد يهرب ديف من البيت لأن أنت ماكش قاد تعمل مع ولدكم ماعطيته الثقة بنفسه وارك ترهب فيه فهذا خطان نقول الأولياء لك خلي ولدك يرتاح لنوعا من استخلالية وكل أولياء للسنة واللي قادمين فقط نقول الأبناء ما زال عندكم اليوم العشية وغدوة ممكن تستدركوا في الموادات بحول الله شكرا لك الأستاذ ربح وصيف المختص على المنفس تربوي شكرا جزيلا لك يومك موفق عود إلى ضيفي هنا الأستاذ سعدي براكنا أستاذ ربما خلينا نقول نحن ما نضرب الكارتة ولكن من المطاف نحب نبحث مثلا أهم المواضيع ربما المقترع لأنه الإنسان ابن بيئته وربما المواضيع اللي يتوقح على أستاذ سعدي براكنا في دورة جوان 2021 بخصوص امتحان الفلسفة اليوم هو يعني في الحقيقة لك الأستاذ لما يحبوا مثلا يقولوا يعاونوا تلاميث ياخدوا ربما بعض المعطايات نعم مثلا الدروس اللي جات العمليفات ربما الدروس اللي جات للعمليفات ياخدوا صيغ الأسئلة ومبعد تبقى شوية خاصة بالنسبة في الجزائر جنيرال ما يعني ربعة خمسة سنين سنين الموادع تتكرر ومبعد ينصحوا تلاميث لكن دوك شوفي لك الأستاذ يقدم نصيحة للتلميذ وهو مسلح معلش لكن باش يقولوا مثلا هذاك الدرس ولا هذاك الدرس ولا هم على أساس معطق مثلا كنأخذوا مثلا إحنا العادة على سبيل المثال يشوفوا هبلي ما جاش من 2013 يقول لك ربما في 2021 هذه دلتها يعني من الدمي الطرز حتى الدمي الفانت يقول لك تتعاود نعم عدنا مثلا كما قولوا إحنا الذاكيرة من 2017 العادلة مثلا نظم الاقتصادية واللغة اسمه هم هكذا ياخدش بل هذا الاحتمال ولكن احنا قلنا الدرس في حدي ذاتها رهي مفخ اخر لازم الحكمة فيها هي القضية تعصيغة السؤال انت قادل تقوله التلميذ هاي لك يجدوك العادة يصيبها لكن هل ترطيح لك بالطريقة الجدلية ولا الاستقصاء ولا ربما الصيغة هذيك ما اولا ما يعرفوش كيفش يتعاملو كما قلو احنا يا كيفش يجريو هذيك الوقت انت عربع سواء يعص بالنسبة الاداب والفلسافة هي تلميذ كي يكون داخل القسم ما يتأثر ابدا بالمجهودات انت عزو ملاو الزاملات الموجودين في القسم يكون مركز الساعة قدامه يكون مدرل في البيت على باله في نص ساعة ويني الحق على باله في ساعة ونص لماذا لأنه كان التلميذ يبدأ يخدم بالمسودة ساعة غير ربع هو مثلا في المسودة وربما واحد حافظ ملهيه يشوف منه يصيب واحد مع مرضو بالفاي منه هو يخلع ولذلك احنا نعطي له النص يتأثر بالمجهودات انتع الزمالة والزاملات الموجودين في الحجرة صحيح حاجة وحدة أخرى أساسية كذلك يعني مدابين ان شاء الله يتفادوها الأستاذ الحراص يعني فهم يعني بيداوجيين وتربويون لما كما قولوا نحن يقعدوا ربما ثلاثة أو لازوش تلاميذ كينين بعض الأستاذ يقلقوا التلاميذ يعطيك الصحة لماذا لأن التلميذ ويخمم قادروا بمجه الفكرة نفذ ينتاع هو يقول وين الحقت هذه الفكرة هذه كالطير يعني في الحقيقة الأستاذ ممنوع من عن بات يتصل مباشرة مع الممتاح هذه الأساسيات أكيد نشكرك جزيلا شكرا أستاذ سعدي براكنا وأعتذر منك مرة أخرى ربما لأنه في طار تقطيتنا طبعا المتواصلة شكرا جزيلا لك أستاذ سعدي براكنا أستاذ مادة الفلسفة على حضورك معي نتمنى لك توفيق وتلاميذنا توفيق في مادة الفلسفة إن شاء الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أستاذ سعدي